بهذه الألعاب تبدأ حبيبة سرابي حملتها الانتخابية وتأمل في أن تصبح أقوى سيدة في أفغانستان فهي أحد النساء المرشحات لتولي منصب نائب الرئيس وهي عضوة في قائمة من ثلاث قوائم انتخابية ولديها فرصة جيدة في الفوز حبيبة سرابي عملت كطبيبة وهي تدرك مأساة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في المستشفيات وتعلم أن الطريق طويل أمام المرأة الأفغانية علينا أن نعمل بجد من أجل سائر النساء وخاصة النساء القرى علينا أن نعرفهن بحقوقهن وأن عليهن ترويج أنفسهن دكتور سرابي شعلت منصب حاكم ولاية بنيام وعرفت بتوجه الإصلاح وتنتمي إلى جماعة هزارة التي تحصل النساؤها على مستوى أفضل من المساواة مع الرجل بالمقارنة مع مناطق أخرى صافيا صديقي هي المرشحة الثانية وهي من البشتون نفس القومية التي تنتمي إليها حركة طالبان وعاش الصراع أصعب فكانت تحضر اجتماعات تكون فيها المرأة الوحيدة وسط عدد من الرجال لكن ذلك لم يكن عائقا أمام طرشحها حتى من جانب طالبان لم أسمع ذلك وهذا يعني أن الشعب الأفغاني بدأ يتقبل وجود المرأة حتى في الاجتماعات رفيعة المستوى لكن في المقابل إذا لم تتمكن المرأة من التصويت فلا يوجد حاجة لتواجد امرأة في الرئاسة التخويف والتهديد باستخدام العنف قد يمنع المرأة من التصويت حتى وإن كانت هناك مرشحات من النساء في إحدى شوارع كابل وفي يوم عمل مزدهم تكاد لا تجد أي نساء بين هؤلاء المرة فالحياة بالنسبة للكثير من النساء محدودة للغاية فهنا بمثابة ملكية خاصة في نظر الكثير من الرجال للأفغان وبعد مرور 13 عاما على سقوط طالبان وعطيت العديد من الوعود فيما يتعلق بحقوق المرأة لكن لم ينفذ منها إلا القليل لذلك تأمل النساء المرشحات في إحداث تغيير حقيقي في وضع المرأة الأفغانية